لكن لازم أروح بسرعة إلى مقر النادي الأهلي بجزيرة مع الزميل العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي اللي بالتأكيد كان حاضر منذ قليل تدريب فريق النادي الأهلي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء الخير يا فاروق كل التحية لك الزميل العزيز محمد سعيد وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان طيب التدريب أعتقد خلاص في الجزء الأخير وعايز أتطمن وأعرف منك أخبار المران والنهاردة بالتأكيد هيكون فيه إعلان للقايمة والدخول في معسكر استعداد للقاة سموحها بكرا إن شاء الله المباراة الساعة 4 العصر على استاد الأهلي وي السلام بالفعل زبيلي محمد يعني احنا خلاص في الأوطار الأخيرة من تدريب فريق النادي الأهلي اللي انطلق في تمام الساعة الرابعة بدأ بمحاضرة فنية المستر ربيتسو موسيماني عقد محاضرة فنية مع اللعبين طبعا عرض من خلالها الأخطاء والإيجابيات والسلبيات بتاعة مباراة غزل المحلة الأخيرة لانتهي بفوز النادي الأهلي بسلاسة أهداف مقابل أهدافين وأشاد ونوه على روح الفنية الحامرة وروح قميص النادي الأهلي وهو دايما يعني في كلامه مع اللعبين بيكلم على قيمة النادي الأهلي يعني مستر ربيتسو موسيماني واحد من المدربين اللي بيعي قيمة وشخصية النادي الأهلي وقال ده أمر مهم جدا نحن نلعب لآخر رسانية ودي لنا دايما كان معلوماتي على النادي الأهلي ومعرفت عن النادي الأهلي أن دايما النادي الأهلي على مدار تاريخه كله لعبته يعني بتتوارس أمور من جيل بعد جيل اللي هي اللعب الآخر دي وروح الفينيلا الحامرة طبعا أيضا عرض يعني الملخص لفريق سموحة في آخر أربع مباريات طبعا فريق سموحة للعب أربع لقاءات فاس في لقاء وتعادل في ثلاث لقاءات لما تلقى أي هزيمة طبعا وحدد من خلاله إلا هيتم النهاردة في تدريب انطلق المرام بشق بدن خفيف مع مخطط الأحمال وحدة خاصة مستر ميشيل ينكم مع حراس مرمى النادر الآلي كانت أكثر من رأة وظهور اللعب الحراس مرمى النادر الآلي تكلم على الشناوية أو على نطفي أو شبير أو حمزة بظهور بشكل أكثر من رأة ثم انطلق مران النادر الآلي ومستر بيتسو مسماني محمد انتعارف خلاص بقى من خلاله يعني بيحط التاكتك اللي يلعب بمباراة سموحة طبعا انتعارف محمد في غيابات في صفوف النادر الآلي طبعا المباراة بتشهد عودة حمد فتحي بغياب عمر السلاء لحصول على الثلاث انذارات مستر بيتسو مسماني أعتقد يبقى فيه تعادلات في تشكيل النادر الآلي في المباراة غدا لكن قدر أقولك ان اللعبة كلها بتظهر بشكل أكثر من رأة فرصة كبيرة جدا لكل اللعبين يعني شاف الجدية والروح عند اللعبين الفوز الأخير في مباراة تغازل المحلة رفع أكتر من الروح المعنوية لدى اللعبين مستر بيتسو مسماني يا محمد يعني أنا بتابع المران وقف المران أكتر من مرة في بعض الجمل التكتكية بيطالب ان اللعبة ينفذوها بالشكل المطلوب ومن الأمور اللي هو بيركز عليها في كلامه مع اللعبين ضروري تستغلال للعشر دقيقي الأولى هدف مبكر في أول عشر دقيقي بيريح اللعبين وبيضي أفضلها لأنها دهالي في اللقاء أيضا النقاط المهمة جدا اللي أنا في الوقت أنا بكلمك عليه مستر بيتسو مسماني بيشتغل على الكرات الثبتة وقال إن واحد من الأسلحة وأشد إن هي خلصت مبارات المحلة الأخيرة يا محمد هو بيركز جدا على الكرات الثبتة في الفترة دي أكيد طيب فروعي أستطمن منك على صلاح محسن وعلى محمد محمود وعلى محمود متولي هل دخلوا التدريبات الجامعية النهاردة ممكن نشوف وجه جديد في القايمة بعد قليل ولا الأجواء والكوليس عندك إيه يعني أعتقد يا محمد إن صلاح محسن النهاردة موجود في التدريب محمود متولي محمد محمود وشاركه في جزء كبير جدا من المران محمود متولي وصلاح محسن شاركه في التأسيمة الأخيرة محمد محمود يعني يشارك في جزء من المران ثم كان في شق بدني مع مخطط الأحمال لمستر كابيلو تقدر تقول من الممكن ظهور وجوه جديدة في قائمة النادي الآلي لمبارات سموحها بإذن الله برضو محمد عايزة طمنك على علي معلول وأيضا حسام حسني يعني كان لها لقاء مع الدكتور أحمد أبو عبلة ووضح للبرنامج التأهيلي الموضوع لعلي معلول أو حسام حسن طبعا علي معلول لنتعرف إجهاد في العضلة الضمة والدكتور أحمد أبو عبلة وضح الأمر الأمر مش شد ولا مز ولا هذا الأمر قال للأمر مش هستغرق أكتر من أسبوع وبالأمس بدأ البرنامج التأهيلي لعلي معلول ويعني محمد برضو عشان لو نتكلم بنحية طبية شوية بالوصف من الدكتور أحمد أبو عبلة علي معلول شغالة على جهازين جهاز الليذر المكثف ودوا بيقلل الألام وبيعمل تنشيط للدورة الدموية وأيضا جهاز دكتور تيكر وده واحد من الأجهزة اللي تم شراءها فيه الفترة الأخيرة وكانت يعني مجموعة من الأجهزة اللي طالب بيها الجهاز الطبي للنادي الآلي ووفرها مجلس إدارة النادي الآلي في هذا الأمر بتساعد على سرعة عودة اللعبين من الإصابات دي نفس الأمور اللي شغال عليها حسام حسن اللي اتنين يا محمد تقدر تلفز يعني أسبوع عشر تياما يكونوا موجودين بإذن الله في التدريبات الجماعية الفريق النادي الآلي طيب أعتقد ممكن كده علي معلول ما يكونش موجود في مباراة سموحة ولا المباراة اللي بعدها وهيسافر على طول عشان ينضم مع تونس لبطولة كأس العرب أكيد يا فاروق بالفعل يا محمد علي معلول خارج المباراة سموحة وأيضا حسام حسن خارج مباراة سموحة سموحة ولسه يتم تحديد الأمر هل هيلتحك بالمنتخب التونسي من يعني خلال الفترة الحالية أو لا لسه يعني الأمر ده يتضح خلال الـ 48 ساعة القادمين بإذن الله طيب سؤال بقى مهم جدا وانت النهاردة كنت في التمرين وقريب من الجهاز الفني واللاعبين خلال 48 ساعة هيكون فيه قرار بخصوص مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونادي الرجاء المغربي هل فيه معلومات جديدة هل سألت الكابتن سيد بخصوص هذه المباراة في ظل أن أعتقد الأهلي يعني بينتظر خطاب رسمي خلال الـ 48 ساعة القادمة بشأن السوبر الإفريقي مع نادي الرجاء بالفعل يا محمد أنت تتركت لنقطة في غاية الأهمية بالفعل يعني الاجتماع على الاتحاد الأفريقي أو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي طبعا المعادة المقترح هو المعادة يوم 24-12 والنادي الأهلي التلقى من هذا الأمر وده مقترح مقدم في الاتحاد الأفريقي لكن نقطة الأهمة محمد برضو اللي عايز من خلاله ومن خلال قناة النادي أهلي نفرد بها أن النادي الأهلي ونادي الرجاء كلا الناديين أدم طلب للاتحاد الأفريقي بلعب مباراة السوبر الأفريقي بالقائمة الجديدة لأنها كانت تتكلم يوم 24 محمد هيتبقى ستة أيام فقط أو سبع أيام على فتح باب القيد النادي الأهلي أدم طلب النادي الرجاء المغربي أيضا أدم طلب الاثنين الفريتين أدموا طلب طبعا ده الكلام على لسان الكابتن سيد عبد الحفيز صرح لنا بهذا الأمر أن كلا الناديين أدم طلب للاتحاد الأفريقي بلعب مباراة السوبر بالقائمة الجديدة زي ما بنقول محمد يتبقى سبع أيام الأهلي بينتظر القرار والرجاء بينتظر القرار لكن أقدر لك بنسبة كبيرة جدا هيتم الموافقة لكلا الفريقين على لعب مباراة السوبر بالقائمة الجديدة أكيد زميل العزيز فاروق صلاح مرسل قناة النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا على كل زميل